قام وزير الموارد المائية والرأي محمد عبد العاطي وجيم سواني نائب رئيس جمهورية جنوب السودان والوفد المرافق له برحلة نيلية لزيارة مقر المركز القومي لبحوث المياه بالقناطر الخيرية تم خلال زيارة تفقد العديد من الأعمال البحثية التي تقوم بها المعاهد التابعة للمركز القومي لبحوث المياه في مجال وسائل الحماية من الفيضان والإدارة المسلى للمياه وأكد وزير الرأي أن التعاون الثنائي مع دول حوض نيل والدول الأفريقية يعد أحد المحاور الرئيسية في السياسة الخارجية المصرية في ظل ما تمتلكه مصر من إمكانات بشرية وخبرات